كيف بدأ هذا الكون؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سورة الأعراف نشأ الكون من نقطة صغيرة ساخنة للغاية انفجرت ثم توسعت عبر ملايين السنين نظرية الانفجار العظيم ما يزال أصحاب نظرية الكرة الطائرة يقدمون عدة تفسيرات للتقريب بين النظرية العلمية والقرآن الكريم أحد هذه التفسيرات هو أن أيام الله تعالى لا تساوي نفس طول اليوم الأرضي تفسير آخر هو أن الله تعالى خلق الكون في ستة مراحل وليس في ستة أيام تفسير ثالث هو أن الله تعالى خلق الكون في ستة أيام ولكن هذه الأيام كانت أياما كونية وليست أياما أرضية وفي هذا الفيديو نعرض عليكم بعض التناقضات بين القرآن الكريم والنظريات العلمية فابقوا معنا حتى نهاية الفيديو وشاركونا آراءكم في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة أنا رمضان ريدي وهذه قناتي الدفتر خانة في البداية ولمدة طويلة من عمر البشر افترض علماء الفلك أن السماء وما يوجد فيها هو أمر ثابت لا يتغير وفي عشرينيات القرن الماضي خرج علينا عالم الفلك الأمريكي أدوين هابل بعد متابعته لحركة النجوم بفكرة أن المجرات ليست ثابتة في الكون وأنها في حالة حركة وتباعد مستمر وساهمت فكرة تمدد الكون في ولادة نظرية الانفجار العظيم للكهن البلجيكي جورج لوميتر فما هي نظرية الانفجار العظيم؟ أو بيك بانك قبل أربعة عشر مليار سنة تقريبا كان الكون بشكله المعروف حاليا عبارة عن فقاعة أو نقطة صغيرة جدا شديدة الحرارة والكثافة وهذا لأنها كانت تحمل بداخلها كل قوى الطبيعة الأساسية الأربعة وهي القوى النووية الضعيفة والقوية والقوى القهر مغناطيسية وقوى الجازبية وبعد مرور مئتي مليون سنة وبسبب الحرارة الشديدة والضغط الهائل تنفجر الفقاعة وتبدأ أجزاؤها تتمدد وتتوسع في كل مكان وبسرعة رهيبة تفوق سرعة الضوء والتي نتج عنه المجرات والنجوم والكواكب والأقمار وكل ما نعرفه في هذا الكون هذه باختصار كانت نظرية الانفجار العظيم والتي يعتبرها العالم أقرب النظريات العلمية لنشأة الكون وعلى الجانب الآخر نجد القرآن الكريم يعرض لنا مشاهد بداية الخلق بشكل مبصر تمكن أي إنسان من تخيله فهيا بنا نناقش فكرة بداية الخلق في الإسلام لنرى هل تتوافق مع النظريات العلمية الحديثة أم لا بداية الخلق في الإسلام يجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يشهد أحدا من خلقه مراحل خلق هذا الكون قال تعالى في الآية واحد وخمسين من سورة الكهف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا وكانت البداية مع قدوم جماعة من أهل اليمن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية الخلق فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض هذا الحديث النبوي الشريف ينسف نظرية الانفجار الكبير من الأساس فقبل بداية الخلق كان الله ولم يكن شيء قبله ثم بدأت مرحلة الخلق بالترتيب الذي نص عليه الحديث فكانت البداية بخلق الماء ثم العرش ثم اللوح المحفوظ ثم خلق السماوات والأرض السماوات والأرض في القرآن الكريم ذكر لفظ السماء في القرآن الكريم ثلاثمائة وعشر مرات أما لفظ الأرض فذكر في القرآن الكريم ثلاثمائة وسبعين مرة وذكر اللفظان مقترنان في القرآن الكريم مائة وواحد وتسعين مرة والآيات التي تشير إلى خلق السماوات والأرض كثيرة منها الآية 29 من سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم تشير الآية إلى أن خلق الأرض سبق خلق السماء وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين وبهذا يظهر التعارض بين الآية الكريمة وبين بعض النظريات العلمية كالنظرية السديمية والنظرية التصادمية وحتى نظرية الانفجار الكبير والتي تؤكد أن خلق الأرض كان نتيجة لانفجار نجم السوبر نوفا الآية السابعة من سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء تشير الآية الكريمة إلى مدة خلق السماوات والأرض وهي ستة أيام وهذا هو التعارض الثاني بين القرآن الكريم والنظريات العلمية والتي تقول بأن الأرض الأولية أول شكل بداي للأرض تشكلت خلال فترة زمنية بلغت خمسة ملايين سنة تقريبا وأن فترة تكون النظام الشمسي بلغت أربعة وستة من عشر مليار سنة وهذا حسب الدراسة التي نشرتها مجلة ساينس أدفانسز يوم الثاني عشر من فبراير عام 2020 وقام بها مركز تكوين النجوم والكواكب في معهد قلوب بجامعة كوبنهاجن قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارق فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو قرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم في يومين خلق الله الأرض وفي يومين آخرين خلق الله الجبال والبحار والأنهار وكل ما في الأرض لتكون مدة خلق الأرض أربعة أيام ولو أخذنا في الاعتبار أن اليوم عند الله تعالى بألف سنة من سنين الأرض فيصير مدة خلق الأرض أربعة آلاف سنة وليس خمس ملايين سنة وفي يومين آخرين خلق الله السماء وما فيها وكانت النجوم والكواكب آخر مخلوقات السماء والهدف منها زينة للسماء الدنيا والحفظ من الشياطين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير خلق الله تعالى سبع سماوات وخلق الأرض مثلها سبع أراضين وما زال الاختلاف قائما بين العلماء هل المقصود طبقات الأرض السبعة أم أنها سبع أراضين بعضها فوق بعض كالسماوات أم متجاورون ويفصل بين كل أرض والثانية جبل قاف كما ادعى البعض وختاما لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم دمتم في رعاية الله اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عننا وعلى طاعتك أعنا ومن رحمتك لا تحرمنا ومن شرار خلقك سلمنا